قول على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ من الحياء مبلغاً حتى وصفه أصحابه فقالوا كان أشد حياء من العذراء في خدريها شوف كي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حيياً في تعليمه كان حيياً في أمره ونهيه بل صح لا يمنعه حياءه ولم يمنعه من البيان أعرابي يبون في المسجد يغيرها رسول الله غيب التي أحسن واحد يعطى صورة دعلي ويتكلم حديث أبي بكرة ما نهرني وما كهرني بأبي هو وأمي هذا من حزن تعليمه الذي جمله حياءه صلى الله عليه وآله وسلم وكان يسلم على الصغار وتنطلق به المرأة الخرقاء الآمة حيث شاءت ولو دعي لكرة إلا أجاب واطلع عند ربي واصبح يا كله مع المساكين وإلحظ في إصباعه مش يراح لأوروبة والأمريكان جام قلوب ولا يلبس عاجة ولا سيارة جديدة الشخصية بدلت رأس على عاقب ولا بدلوا له منصب ولا يصافح بزوج إصباع لا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة صلى الله عليه وسلم قدوة المتاقين إمام المرسالين سيد الصالحين